السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك وامنين ايه وحشتون جدا يلا كلنا نصلا على سيدنا محمد الله ومصلا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نارضة معنا منتج جديد تمام اسمه بريجو ده عصائر اه زي ما حضركم شايفين تمام اه سعر العبوة حوالي جنيه خمسة وصابين قرش تقريبا ده كان عرض اه فقدم السعرها تعريبا يعني يمكن تبقى اغلى من كده ممكن تبقى مسلا بتنجيبه مصة او حاجة يعني برضو ده المتروح بتاع السعر بتاع ايه مش غالي يعني تمام اه متين ملي اه نازلين بكله طبعا بالشكل الابيض زي ما حضركم شايفين كده منظر دوت تمام اه اللي احنا لقينا متوفر منها التفاح اه الجوافة المنجة والكوكتين طبعا اكيد طبعا فيه اطعم تانية موجودة منه بس احنا ملاقيناش للأسف فانا حبنا ايه ان احنا طبعا اه حاجة جديدة زي ما احنا ما وضحنا قبل كده في الفيديو بتاعتنا ان احنا نصارت عليها الضوء تمام? فحابا نجيب النهارة للعصير دوت طبعا فيه طبعا اللي جربوه تمام? فيه طبعا ما جربوش يعني. فانا حابا ان احنا نجرب المنتج ده مع حضراتكم. بالاضافة بقى ان فيه حاجة نزلة مع سين كولا. سين كولا. تمام? دي بقى عبارة عن ايه? دي بقى عبارة عن شراب كولا بدون غازات. يعني ما فيش فيها الصودة. تشرب الكولا من غير الصودة. غير الصودة. طبعا دي للناس اللي هي بتحب ان هي تشرب ازيزة الكولا او البيبسي او ايا ان كان بقى طبعا من غير صودة. فنزل حاجة دي هي طبعا عبوة اه زي ما دا حطوك شايفين كده. هي في حجم بالزبط اللي هي السين كولا. اللي هو العصير. اه اللي هو بنزل بكزا نوع دوت. بس هي مش تبع الشركة ديت. هي دي شركة مستقلة بنفسها. اسمها السين كولا. تمام? اه منزلها العبوة ديت. العبوة دي حجمها ميتين وخمسين ميلي. تمام? اه ده الحجم بتاع العبوة. اه سعرها خمسة جنيه تقريبا. تمام? احنا جايبنا باربعة جنيه خمسة وصفين. يعني تقريبا خمسة جنيه. تمام? اه فاحنا حبينا ان احنا اه نجيبها طبعا ونجربها مع حضراتكم. طبعا اكيد فيه ناس كتير ما موكتكم ما تعرفش حاجة عن سين كولا ديت. تمام? فعشان كده هنحبينا ان احنا نجيب سين كولا ديت ونجربها مع حضراتكم. بس هنبتدي الاول ولا نتدي بسين كولا؟ نبتدي الاول بسين كولا. نبتدي الاول بسين كولا. اه. اوكي. بس قبل منبتدي. هيريت. اللي ما اشتركش في القناة. انزل اشتركات حاليا في القناة. تعب تقيبكم عالك فيدي جدا لفيه عندكم اي افطار جديدة. او عندكم منتجات عايزين ان احنا نجربا مع حضراتكم. اه اللايقات هتدينا دعم اللي هنكمل ان شاء الله في القناة. بزياد طبعا تفعيل زيادة للجرس عشان يوصلك خل جديد من البدايات من وقت عمرو شيمو. هنجرب دلوقتي السينكولا ونشوف الدنيا فيها ايه? لونها حلو. اه تصميمة كويس. اه. حتى الشاريباء اللونها ازرق. اه. هنجرب السينكولا ونشوف الدنيا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. كرتون بتاعة تيل. الله الله الله. تيل مش هزيزة. بسم الله الرحيم الرحيم. مش هارفة ليه حسن ليها قلبة على عصير كفا? الشكل هو الشكل على فكرة ببقى كده من غير الصودة. بتاع الكولة. عشان من غير صودة. خلي بالك الطعم من غير صودة قبل ما تقولي رأيك. طعم من غير الصودة. طيب. بصوا. هيجابة الطعم بتاع الكوكاكولة طبعا. تمام? قرابة اول الطعم بتاع الكوكاكولة. الناس اللي هي العشية هي الكوكاكولة طبعا بس من غير الصودة. من غير الصودة. الصودة. يعني. تفرق جامد في الطعم. اه. اوي. اوي. موضيها الطعم في حتة تاني. خالص. موضيها الطعم في حتة تاني. بس هي تفرغوا الصودة. تمام? وتحطت في العلبة دي. يعني انا كامل الناس. لأ. اه يعني. عشان شيمه وتعود ان انا اشرب حاجة بالصودة. اه اه. فمش قادرة انها تتحكم على الطعم بالزبط. تمام? بس انا ساعد بحابة من انا اشرب حاجة من غير الصودة. ساعد ممكن يسيبها برة الصودة بتاعتها مسلا عملا ما تروح ما عارفش ايه الكلام دوت. لكن في ناس مسلا تبقى حاجة مسلا مسلا خارجة وفي الشارع. مش هتجيب الحاجة طبعا ما ترضى الفتح. زي 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 ساعدة الصودة ما تطير. لأ. دي بقى تنفع في الوقات اللي زي كده. او لو في ضيف مسلا موجود حابب ان هو يشرب الحاجة من غير صودة. صودة مسلا بتتعب بتعمل الكلام دوت. او مش في ناس ما بتستسخش في طعم الصودة. بالنسبة لها مش مألوف يعني. تمام? فده كويس. ده حلو. ممتاز. بالنسبة للناس اللي ما بتحبش الصودة. تمام? اه احنا قلنا طبعا السعار بتاع خمسة جنيه. اه والحجم بتاعها ميتين وخمسين ميلي. اوكي? دي معانا كانت اول حاجة. السين كولا. اوكي? هنفتيت بقى نجارب بقى في المنتجات اللي هي بتاعة شركة آآ بريجو. تمام? نشوف التفاح. نشوف التفاح. طبعا كالعادة. كالعادة. بنختم بالمانجة. بنختم بالمانجة. هنسيب المانجة للاخر. نشوف التفاح. سوف تفاح. رحيتها كويسة كتب فيها. حلو كويسة. حلو. طب حلو. اه لأ حلو. حلو. ما بين آآ طفاح والآآ اجاب قلنا قبل كده العصيرة عامة لازم يبقى ما بين الفكهة والسكر بتاعها والكلام ده لازم يبقى فيه توازن. موجود. فعلا. اه حلو. طبعا حلو. الطعم بقى تفاح كويس. اه اه. مش وحش. تمام? نجرب الجوافة. مش. نجرب الجوافة. طبعا في حتة التصميم طبعا بتاعة العلبة اللي احنا كنا اتكلمنا على لعب لكده. هو كل الحكاية عامل شكل كله ابيض زي ما حضرتكم شايفين. تمام? اه حطت المنتج اه يعني المنتج بلونه. يعني الجوافة اهيه. تمام? زي ما هي. كده. تمام? وحطين شوية لعبة كده. بس هو اللون الاساسي بتاع العلبة. اللون اه اللون الابيض. فدي برضو فكرة كويسة. مش وحشة. حلوة. برضو اللون الابيض بيشد شوية برضو للعين برضو بتحب ان انت ايه? اه زي ما قلنا التصميم اه كل ما يكون مثلا بسيط او اه او الشغل اللي فيه على قد كده محمده بمعنى صح? ده بيلفت اكتر وبيخلي الواحد اللي هو ممكن يشتري اشتري الحاجة. او على الاقل بيبين المنتج. لان طبعا زي ما حنقولنا قبل كده بقت فيه بقى طبعا شركات كتير ومنتجات كتير. فانت مسلا بتفقل ده مسلا التلاجة بتاعت العصير. ان ما كانش الشكل بتاع العلبة يلفت نظرك هتطوف وسط المنتجات اللي موجودة. لان طبعا مش هتبقى موجود مسلا حتة مسلا بريجو مسلا الواحدة. لا هيبقى موجود بتاع اه تمن تسع عشر شركات. تمام? فانت اول حاجة بتلفت نظرك الشكل بتاع العلبة. الشكل بتاع العلبة. وبذات لما يكون حالة جديدة. الشكل بتاع العلبة هو اللي يلفت نظرك. تمام? فانا الحاجة تلفت نظري هون جايبها. وعد كده اجرب بقى. يعني ده رقم واحد. الشكل بتاع العلبة. فهم احطين شكل كويس بسيط. برضو يلفت النظر. انا هتشوف الكوبة يا انا نسيت. نشوف الجواتب. حتى كويس مش وحش. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول رأيي ولا استنك? نقول رأيي. رأيي. رأييي. رأييي. خفيفة قوي يعني حسن ده ملاحش علاقة بالجوافة اصلا ما. حسن ده ملاحش علاقة بالجوافة. فيها ما اقول لي كلام. طعمها اه ضعيف شوية انت قصدك اه لا هي خفيفة. هي خفيفة جدا. وملهاش علاقة اصلا بالجوافة. تحسين لها سكر. ما هو عشان خفيفة. هي عشان خفيفة. فالطعم ايه? هرب منهم شوية. اه. عشان خفيفة. طعم هربها منهم شوية. بس بالنسبة لي برضو مش وحشة. بالنسبة لي برضو مش وحشة. مش اللي يتقال عليها مية السكر. مسلا او مش يتقال عليها مسلا الجوافة ضعيفة قوي فيها. لا. يعني بالنسبة لي الطعم متوسط. يعني برضو مش هي بكفاءة عليه قوي. تمام? ومش اللي هي اه نزلة خالص يعني تحت. لأ اه طعمها كويس. برضو ما بين ده وما بين ده بصراحة عشان برضو نديها حقها. تمام? مش عارفة انا ما عاجبت ليش. هي ازواء. مس انا ما عاجبت ليش خالص. لا خالص. اوكي. نشوفها الكوكتيل اللي هي اصل بتحب كوكتيل. اه. هو ده بقى اللي هيحكم. اه. هي بتحب الكوكتيل فنشوف الكوكتيل. ده اللي هيحكم بقى. كانت حلوة بقى ولا? اللي هيحكم بقى لونه اه محمير شوية. اه. صح كده? اللي هو اللون الروز. صح كده? لا هو مش كوكتيل. عماتا يعني. هو مش كوكتيل. هو حاجة. اهو لاش علاقة بالكوكتيل اصلا. حاجة من اجزال الكوكتيل اصلا فعلا. جوافة الكوكتيل عبارة عبارة بصكر. لا هو الجوافة كويسة بالنسبالي. بس الكوكتيل. لا مالوش ده بالكوكتيل خالص. خالص خالص. ما فيش تقعب فاكرة واحد اساسا. اه. الواحد مش عايف ان هو يمسك حاجة. حتى اللون بتاع الكوكتيل كمان بتاعه اه مختلف. الكوكتيل عماتا بيبقى اخد اللون روز شوية دوت. اللي هو في كل العصائر تجيب تحط مسلا ان الكوكتيل تجربه. هتلاقي اللون اللي هو المحمر شوية دوت. طبع. انا اولا اللون اختلف. فطبيعة وراء بقى ايه? الدنيا اختلفت. تمام? فهم محتاجين يشتعبوا على الكوكتيل من اوله جديد على فكرة. مش حالي. اه محتاجين ان هم يشتعبوا على الكوكتيل من اوله جديد. طبعا احنا. طبعا نمسك الختاب بس يا رب تبقى كويسة. يا رب ان شاء الله. دورنا بقى المنجة. شوف المنجة اخبارها ايه وازروفها ايه. مش عارف اقلونا مش بطبيدي. اه? اه. بس يا رب لنا انا. مش عارف. تحسينها من سبور طوان. ما هي برضو? مش عارف. بس استني بارس انت دوقت. استني بقى ايه ما تصدمنيش. يا زاتر. انا مرضيتش حكم من اول مرة. لا لا. مش حلوة خالص. فيها هي مش مش جاب المنجة خالص. يعني فيها حاجة غريبة. هما فعلا زي ما قلتلك. هما الثلاثة اللواء عبارة عن مية بسكر. لا ده الطعم بتاع المنجة انا عايز جيب الطعم بتاع ومش مش جاب المنجة خالص. وانا عايز جيب الطعم بتاع بتاع الحاجة اللي هبشراء بدلوقتي مش مانجة. لانه مش حلوة خالص خفيفة مية. ايه الطعم بتاع تحس ان هو مش عارف مش عارف مش عارف. مش عارف. مش عارف. انا اتضمت على فكرة اقول مشربتاي. يعني انا مسلا ايه? في انواع عصير مثلا بشربها. بيبقى مسلا ايه? طعم المنجة موجود او موجود مسلا من بعيد محتاجين يشتغل عليه شوية. الكلام ده هو قد لأ ده دي اه محتاج زي كوكتيل كده ما قلنا محتاج ان هما يشتغل عليه تاني من اوله جديد. من اوله جديد ان هما يغيروا الحاجة دي ويعني يبتدوا ان هما يشتغل فقط من اوله جديد. تمام? هو سعر العلبة يعني كويس. تمام? عايزين تعدلوا مسلا زودوا حالات بسيطة مسلا فيها. تمام? عشان اللي يشتري الحاجة يرجع يشتري به تاني. صح كده? اه. محروض. عشان اللي يشتري حاجة يرجع تاني. وطبعا اناعيد ونزيد تقوى في نفس الحكاية بتاعتنا. برقينا. اه رقينا احنا. ممكن حاجة تعجب اه فلان متعجبش مسلا عمر. ممكن حاجة تعجب مثلا فلانة وتعجبش مشلا شيمو. او مسلا ممكن حاجة بتاعة شيمو مسلا او عمر الكلام دوت تعجبنا. مسلا ماتعجبش هنا. تمام? فدي طبعا ازواء. بس احنا كل ما على ان احنا نسلط الضوء على المنتج موجود جديد في السوق مسلا اسمه مسلا او آآ سين كولا تمام زي ما طعم احنا جبنا المنتج الاولين لبتاع سين كولا دوت تمام فهو ده يعني الهدف بتاعنا ان احنا بنحاول ان احنا نبين لحضراتكم الحاجة اللي موجودة آآ في السوق بس حتة آآ الطعم بتاع المنجة والآآ وكوكتيل بالزات وبالزات المنجة لأ محتاجين برضو يشتغل عليه شوية كتير يعني تمام وعن اعيد طبعا تاني لو حاجة محتاجة ان هي بتغلى مسلا حاجات بسيطة بس يكون الطعم كويس حين ارجع ان انا اشتريها تاني ياريت حتة مش برخص المنتج حتة بجودة المنتج بالجودة بتاعتي آآ حتة مش برخص المنتج حتة بجودة المنتج جودة المنتج هي اللي هتخليني ان спشري الحاجاتين هي اللي هتخليني ان انا اشتري الحاجاتين هي اللي هتخلي ان انا بنزل اسأل عليا بالاسم موجودة مثلا هي لاتخليني مثلا موجودة في الاجت مسلا عرض هلايهي مسلا تزنوها هي هتخليني مسلا اجيبها امد ايدي اجيبها ما اغفعلش عنها حاجات بسيطة ممكن ان الشركات ان هي تعملها تمام? هيكون بالنسبة لها احسن. ويكون بالنسبة لها الجودة اه هتعجب الناس اكتر. تمام? اه بس بشي نطول عليكم. ده كان مجمل بتاع الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب كان خدمنا خفيف عليكم. كان الفيديو خفيف وقدرنا ان احنا نوصل لكم برضو معلومة عن منتج اللي الناس اللي لسه مجربتوش. طبعا الناس اللي جربتوه هي عرفها خلاص. اه طبعا. اه وطبعا بقيتو لو في اي منتج قصادك او اي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات وعايزين اذا احنا نجربو اكتبوا لنا عليه وان شاء الله بإزدالي على قدر ان مسططعة نقدر ان احنا نجربو. نجيبه ان شاء الله وانشتغيل نجرير نجرير مع حضراتكم. يا زي المنتجات اللي احنا نطبعا متعاو دين نجيبها وانجرير مع حضراتكم. تمام. بس. اسرتنبقي ان شاء الله بقى في فيديوهات تاني. ان شاء الله. أوكي. بسبك فرعايتين. لها. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.